يو سيفن باي أرخص وأضمن موقع لبيع كوينز فيفا 20 سريع بالتسليم وآمن ومضمون من الباند والتصفير وطبعا لا تنسى تستخدم كود الخصم الموجود بالدسكريبشن وأيضا حابب أعلن عن قناة The Crusher Gamer أو المكرسح Gamer قناة صديقي اللي بنزل ألعاب جدا منوعة مثل Fortnite و League of Legends و Little Nightmares وغيرها من الألعاب الجدا أسطورية وأيضا بيحاول لنزل بشكل يومي فرح تلاقوا رابط قناته بالدسكريبشن بيتمنى من الكل يروحوا يشترك عنده وأيضا لا تنسوا أنكم تقولوا له أنكم جايين من طرفي والآن بترككم مع المقطع ومشاهدة ممتعة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنار وصولي جامعة مقصر يوم مقطع جديد من سلسلة الطريق إلى العالمية فالتنا بالبداية دعمكم باللايك واشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين شكرا عن دعم بالفترة أخير السلسة بصراحة مرتفع عليها الدعم بتمنى نشوف دعم أفضل من هيك لأنه أنا عم حاول كمان أني نزلكون يوميا فخلونا نوصل فوق العشرين ألف لايك واشتركوا بالقناة إذا ما اشتركتوا لغتين ما رح يخصلكش لايك اللي حتسعدني فيهم بشكل كبير طبعا هاي التشكيل اللي حاليا نعم ما يعتمد عليها عملت تحدي ريناتو سانشيز للناس اللي ما بتعرف ما كلفني تقريبا يعني شي بسيطي ممكن بحدود الخمسة عشر ألف أو عشرين ألف كوينز لأنه كان في عندي لعبين بالنادي ونزلوا تحدي لأرتورو فيدال فرح نحاول أنه نساوي طبعا هذا المقطع رح ينقسم لجزئتين جزئية ما قبل الجوائز وجزئية بعد نزول الجوائز ورح نفتح الجوائز المفروض أنه بهاي الحلقة فهذا ريناتو سانشيز جربته مباراكة متوقع بصراحة أنه أفضل من هيك يعني لكنه ما له هالشي الخارق يعني خطوة جيد بتقدر تقول عنه وبساطة حلوة لكن أنا الخطة اللي ببالي حاليا بصراحة حابب أني أعمل تحدي اللي هو أرتورو فيدال فرح ورشيكم للخطة اللي ببالي فهي التشكيلة اللي حابب أني ساوية حاليا طبعا أكوني حطه LM بداية المباراة بحوله LB وبحول بولاسي لل LM بصراحة أكوني أنه ياخد تناغم كامل أفضل من أنه بولاسي ياخد تناغم كامل لأنه بولاسي ما فرق إنما هذا السرعته فرقت وطاقته جدا صارت أسطورية آه مو هاي النسخة طبعا فيدال المفروض هاي النسخة فطبعا التحدي فيدال بيكلف بحدود لـ 73 ألف لكن أي العيبة عندي بالنادي وما لي عم باستخدمهن رح حطهم بالتحدي مشان أحسن نوفر منه لدرجة غير طبيعية طيب طبعا أنا حاليا ما هي 797 ألف مشان أتذكر بعد ما خلص التحدي أدي صرفت مشان نحسب يعني أوكي بعد معاناة كبيرة صار لي ممكن شي نصفة قاعد هيك بس همجرب لحتى شوف شو أرخص تحدي يعني شو أرخص إيمين ممكن ندفع بالتحدي رحوت فاردي لعب الشهر معا باستخدمه وأصلا بصراحة ما له ممتاز فمشي كله بلعب 82 مع عدل حارس 83 بحسن نحط حارس 82 بس ما في ولا حارس بالدوري الإنجليزي ريتنج 82 يعني كبطاقة عادية فهدول العناصر المفروض أنه يكلفوني بحدود الـ 15 ألف فخلينا نبدأ بالشراء ألو هيك خلصت التحدي هو أخيرا يعني بعد معاناة لكن الحمدلله خلصنا وبنفس الوقت ما طريت أنه يدفع كتير أرنلد من الأول طالق إليه ببكيج وما رح أستخدمه أنا اللعيبة اللي بحطهم أكيد متأكد ما رح أستخدمه إيكاردي طالق إليه ببكيج كمان وما رح أستخدمه بانيجا وفاردي اللي خلص وأيضا فرمينا طالق إليه ببكيج لش نسيت أني ألكن جيد هيك يعني يعتبر وفرنا كتير ما دفعت قديش كان معنا 797 ألف بالأول الآن خلينا نشوف قدي معنا أوكي أول شي خلينا نشوف دخلت أرتورو فيدال هيك نحن نعتبر كملنا تحدي الوحش أرتورو فيدال يا سلام والله يفهم نشوف الدخولية أوكي ما بعرف شو الإحتفالية البيض هي بس أنه يلا ماشي طيب طاقاته أسطورية بصراحة خلينا نلقي نظرة على الطاقات الداخلية لللاعب اللاعب بطاقته أصلا رهيبة شوف الطاقات الداخلية عندك تزديد موجود عندك دفاع موجود هجوم موجود بس لازم أنك تعطيه بطاقة شادو هي المشكلة الكبيرة أنه بدي أدفع 10.000 كوينز سعر بطاقة الشادو يا أما الله ما بعرف شوف معي 784 ألف ما دفعت على تحدي 13 ألف كوينز هو بيكلف فوق السبعين ألف تخيل والله وفر كتير من سعر التحدي طبعا هاي التشكيلة اللي راح تكون ببداية الجيم للتسكير جريزما مهاجم فابريغس جدا ممتاز فابريغس ببعصاته لكن حتى بالكام بظن يعطيني إضافة ممتازة وخاصة أن الشوت عنده لا بأس فيه فخلونا ننطلق الآن على أول مباراة عنا لهذا اليوم أوكي نايس بسم الله عندك مهمة صعبة يا أرتورو يعني مبابي ونيمار وسن وبلانك وصلاح ومع بعرف مين بركز والله دروب باك يعني شوف دروب باك يا وحشة فيدال حلو 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 تجربة يعني لحد الآن فيدال أظن نقول أنه ناجح يهو مالك عرفان تلقى بوس كانت قول كانت قول فس اوف سايد رافايل باران لوران بلاس تريند أليكساندر أرنول يا السلام على التمرير قد تكون هذه الفرصة لأنت أقدم بالكرة فرصة حديثة وحشة دكتور دغاط رح تطلقى هدف وهذا آدم يضيع وقت من أول المباراة تحت هذا اللقاء ييغو كارلوس ماركوس أكونيا كورب تضرب الخط الخلفي غوندالو كويتس الله يأخذك يا تيس الله يأخذك طريبا تاني أحسن تقييم عندي بالفريق لداء جدا سيء ولا تزديد على المرمى أجاني تخيل من ثلاث تزديدات هو سجل هدفين إحنا ما جتنا ولا واحدة على المرمى وجتنا على عرضة طيب رح يرجع لهاي الخطة حاليا والله يشوف هو فيدال يعني أفضل من غورديولا لكن غورديولا مشان التناغم مضطر أن يخليه لأنه إذا بدي نزله رح ينضرب التناغم بالتشكيلة فممكن أن يخلي فيدال مثلا على الاحتياط وداخل المباراة إذا حبيت أن ينزلوا مكان غورديولا لكن رح نرجع نعطي فرصة لديفيد فيا مشان نشوف الأداء كيف رح يتغير معنا خلينا ننطلق المباراة شكيلة إنجليزية شكله عم يخلص تحديات معقول أو شي الله يا بولاسي حرم عليك يا ردني متنزل مكانك كان أفضل يشوف التضييعها هاي بتضيئ ما فيه شي يا سلام حلوة الاحصائيات ما هيك كالعادي عندك هجمات أكتر كل شيء أكتر إلا الأهداف ماركوس راشفورد لوكاس مورا فرصة نفلان لعب السرع في التلاف تبتالي تسل الواضح سيسك فابريقات 20 دقيقة كل ما تتبقى على نهاية أحداث الإقام تمريرات بشكل سليم نقل يا سلام على التمريرات حط وأخيراً جول وبعدين والله قويديش وحش يلا فيا لو إنهم بابي بهيك فرصة كان حيضيعها ما كان حيضيعها الله كله بدافع بالعشرة يلا فيا تحرك 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 لا فيا 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 يا سلام عليك يا ديفيد فيا وأخيراً بيظهر حلو جي جي يعني والله حرام يفوز علي تشكيته أضعف مني هذا الواقع ونحن لعبنا كان أفضل بكتير نجم المباراة ديفيد فيا مع هيك أدائي سيئ والتأخير وكل شي اجتمع علي تزديد واحدة على المرمل الخصم هدف ونحن سبع تزديدات لحد ما حسنا نسجل هدفين فمع شي طيب نزلت جوائز طبعاً فوتشة من وصلنا جولد ثري وقفنا 14 فوز وخسارتين بمجمل الريكورد تمام فخلينا شوف شو بيعطونا ضغط اكس بالغلط فخلينا نشوف عندنا بكش خمسين الف بكجين ميجا وثلاثين الف كوينز وحزمتين اللاعبين الحمر فشي جداً أسطوري تمام ففريق الأسبوع هيك على السريع خلينا نشوفه مع بعض ماشي لأنه في فريق أسبوع يعني خارق بصراحة فريق الأسبوع جيبوني فريق الأسبوع بس هذا تقريباً أول فريق أسبوع من بداية الليبة عندك بالهجوم سواريز لوكاكو وطبعاً نيمار اللي هو يعتبر من أهم العناصر بالتشكيلة ألان فيرنر يعني أغلب العناصر حتى إن طلع لك أي أنفور ممكن أن يجيب لك سعر ميندي اللي هو ما يعتبر وكاوت لكن بيجيب سعر حلو يعني بريتنج ثلاثة وثمانية وطبعاً المهم جداً بالنسبة لي هذا اللاعب بنيادر والله إذا بيطلع لي ليكون شي جداً فخم يا جماعة أقسم بالله الأنبسط لدرجة غير طبيعية إذا بيطلع لي بنيادر فشايفين مليئ لعيبة ممتازة حتى قنابري يعني ها نوعاً ما بيجيب سعر يعني بحدود الـ 80 ألف طبعاً في كذا لعب وكاوت ممكن ما يفيدنا كولاروف مثلاً بنيادر شوية عناصر من الأحتياط لكن إن شاء الله يطلع لنا لعيبين ممتازين فرح نبدأ أول شي باللعيبة الحمر وبعدين رح نفتح جوائز الـ بسم الله يا رب يا كريم يا رب يا رب أنا بتأمل بحظي خير يا رب يا كريم يا رب أنا ما بلعب بفوتشابين عادة لكن هيا والله طيب خذ هاد يا رب يا كريم يا رب يا رب يا رب يا رب التعويض بهاد لوكاكو آه والله لوكاكو يعني ما طلع لي لعيبة ممتازين خلينا أخذ جوائز الـ راح أخذ الجوائز لي ما بتنبع للتصنيف الثاني شوف عندي 8 باكيجات يا جماعة 8 باكيجات عدد جداً رهيب تمام؟ وطبعاً في كتير تحديات فمشان هيك أنا بختار الجوائز لي ما بتنبع فممكنني استفيد منهم بالتحديات فممتاز طيب عنا 10 باكيج حالياً خلينا نشوف عندي لأنه أربع باكيجات تقريباً 15 ألف والباقي ما بين ميجا وما بين باكيجات خمسين ألف ومن هالباكيجات هي آه خلينا نبدأ باكيجات الخمسطعشر ألف أوكي الباك اللي بعده هذا باكيجات الخمسطعشر ألف أنا من زمان وأطع الأمل منه كل باكيجات الخمسطعشر ألف ما أجاني فيه شيء أنا حزم حزم ميجا نادرة وحزمتين ميجا عاديين وحزم لعيبة هدول فخلينا نفتح باكيجات الميجا أنا متل ما بتعرفوا دي عامان بتفاعل بالميجا فإن شاء الله واخ يا رب تعب أسبوع هاد رامي روح هيك على الفاضي والله أطعين عني الحظ أطعين عني الحظ ما في ولا لاعب شاشات لغاية الآن هذا لسه في باكيج خمسين ألف وباكيجين ميجا نادر روح هفتح ميجا نادر وبعدها خمسين ألف وبعدين بنختم بالميجا نادر أخيرا شاشات الحمدلل اللي ذكرته والله يعني وكاوت ربي ولا سي ام ها ر ام مين هاد يعني خون لو كان كوكي كان أحسن هاد لنشوف باكيج الخمسين ألف 12 لاعب كله عميل ما جيبوا شي مثل الناس بقى والله يناد منتدايق من هالجوائز أنا أيوه شاشات يا رب انه وكاوت يا رب سي بي أرجوكم سي بي اللي مار الفرصة الأخيرة باكيج الميجا نادر يا رب انه يجيني شي رح عامل تحديات حتى كمان شوي بس ان شاء الله هاد يجيب لي شي وكاوت هدا ولا كيف؟ والله ما بعرف برازيلي؟ يا رب انه وكاوت هدا سي ام ما فيه ولا سي ام وكاوت أصلا آرثر بتكون جيبوا سي ام برازيلي فيه ألن انفورم يعني ما كنت قلت لا لو وجاني طيب رح نعمل شوي تحديات إن شاء الله انه يجيني فيه شي ورجوه نزلوا تحدي الايكون ها أنا ما بدي عامله بس إذا عندي لعيبة من نادي ما رحقول لا رح عامل هذا الترقي زائد زائد ثلاثة وتمانين ما فيه حدا عم يمضحه كل عم يمضح بهذا اثنين وتمانين لثمانين فرح عامل كم تحدي منه ان شاء الله انه يجيني شي عوضنا عن اللي راح عليها هدا كله ما طلعلي ولا وكاوت سبحان الله من الجوائز زائد ثمانين يا سلام رومانيولي أصلا فتحته بالغلط طيب هدا تحدي من اثنين وتمانين لثمانين وتمانين بس حبيب اني اختبر الحظ تمام فخلينا نشوف بسم الله اوكي لعب شاشات ويعني شي متوقع انه يكون شاشات بس او كوت حلو 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 سباني مين ستي بي اكيد بي كي اكيد بي كي اكيد بي كي كيف عرفت يا منار انه بي كي لان التحدي من اثنين وتمانين لثمانين ورامل ستسعة وتمانين موسيقى طيب هاي تحديين زيادة زائد اثمانين وفي ثلاث تحديات طبع البكجات من اثنين وتمانين لثمانين وثمانين يا رب يا كريم يا رب بسم الله اوكي دي باي كان انفارمي ممكن الاسباع الماضي صح الله ما بعرف بس أربعة وثمانين يعني جيد يا رب يا رب لعبت للناس يا رب بكا ثمان وثمانين بس عندي ياما بينباع او ماي جود على الال حد استفيد منه اساسي بس بس والله تحدي حلو يعني عوض قيمتو هذا وكاوت يا جماعة يعتبرها طلع لي اكثر من وكاوت طيب بس عملت هذا التحدي جزء من تحدي الايكون يعتبر تشكيلي بريتنك اربعة وثمانين طبعا هون رجعو نزلوا الايكون بس اذا فكرت اني عملوه عم بعمله بلعبة من هذا يعني هذا التحدي ما اضطلت الا ادفع عليه الفين كوينز فعادي انما قاعد ادفع واخر شي ما يجينا للعب هون ساعة راح ازعب فهيك انا مبسوط طيب حاليا ما زال عندي ثلاث بكيجات من 82 ل88 وهذا حزمة لعبان اللي جاني لما كملت التحدي هذا الجزء من تحدي الايكون فغالبا انه ما بيجي في شي يعني هو في لعب دهبي بس انه مو شاشات طيب جينا للبكيجات هاي هاي انا بتفاعل فيها بصراحة يعني تفاعل فيها جدا بسم الله اول واحد اوكي بيجينا شاشات يا رب انه وقاوت يا رب انه وقاوت مو وقاوت اح السي بي فورا شفت هاي جنسي عرفو اذاك السي بي 83 حلو ان شاء الله نعلى شوي زيادة ان شاء الله يا رب انه وقاوت يا رب وقاوت ارجوكم جنسية متل الناس ارجنتين اه هايك انا بعرف انه هادا دي ماريا انا بعرف انه هادا دي ماريا فورا مو بقول والله ميسي وبعدين ما بيطلع لي الحمد لله لانه من 82 ل88 فهذا الشي الحلو اوكي بسم الله يارب يارب انه لاعب وقاوت شاشات اه انفورم افورم اونكاوت 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 يا رب يا رب برازيل ولا شي مين هاد الله يا اخدك يا اخي برازيل جيبوا برازيل جيبوا بنيادر جيبوا اونكاوت اه انا نجيبوا اي شي فيرنور حتى طبعا هذول اللاعبين اللي طلعوا لي يعتبروا كلهم وقاوت فرح استفيد منهم بتشكيله برايتنج 86 لفريق الاسبوع وحخاصة كولوروف لانه اونفورم طالب بالتحدي لعب اونفورم بنفس الوقت ريتنج 86 يعتبر جدا حلو فهيك بحسن اني ماشي التحدي بلعب 85 ولشي لكن ما رح اعمل اي شي الان رح استنى جوائز للاسبوع الجاية وان شاء الله بيجينا فيه لعبين نحاول نخلص من تحدي الايكون ونعمله مرة تانية بس من غير دفع هالمرة هالمرة من غير ما ادفع رح اعمله خلاص تربيت بعد ما طلع لي فانستروي تربينا معدي ن نعمل تحديات هيكون ندفع عليها غالي فهي تشكيله طبعا اللي ميت نمد عليها حاليا ومعي سبعمية اربعة وتمانين الف انا مشكلين يعني بستنى بابي لايرخص يعني كل ما عم يقرب فريق استنى المفروض انه ينزل سعره زيادة لكن الظاهر انه يعني ما ماناو ينزل بصراحة شوفوا سعره متل ما بعته لحد الان ما هبط سعره عن لما بعته انا عم بستنى انه يهبط سعره شوي عشان ارجع نجيبه انما ديفيد فيه والله ما علي كلام حاليا عم يقدم معي اداء ح حلو مية واربعين مبارا مية وستين جول وخمسة واتمانين اسس لكن متل ما قلت لكم صابقة نعيبه انه تقيل شوي فتريبا ما بيشي بهالمقطع هيكم نقدر اقول انه وصلنا للنهاية لا تنسوا لايك واشتركوا بالقناة اذا ما اشتركتوا وصلنا عدد لايكات على فوق الخمسة عشر الف ونشر المقطع بكل مكان في بصدريك عندي اليوم يا امان الله موسيقى